برنامج الجدعان حضرتك عندك شركة تعمل في مجال تجارة الأراضي ورينا أولاً ورق هذه الشركة أيضاً من حقنا نعرف جهة التخصيص لهذه الأرض يعني ورق التخصيص والنشاط هذا التخصيص ومن منع حضرتك الحق في تجارة وتأسيم هذه الأراضي النهاردة كل يوم في برنامج الجدعان بيجينا مشاكل من أصحاب الأراضي اللي اشتروا من شركات احنا برضو لازم نوجه الحديث لحضرتكم لازم قبل ما نشتري أي مساحة من الأراضي الزراعية سواء في الأراضي القديمة أو الأراضي الجديدة نتوجه فوراً إلى الشركة ونتطمن على ورقها يعني نشوف ورق جهة الولاية وكمان نخذه معنا واحنا نزلين يعني صورة من موافقات جهة الولاية لهذه الشركة على بيع الأراضي كل هذه الأوراق سهلة جداً تبقى مزورة يعني حتى لو ورع حضرتك ورق التخصيص ممكن بسهولة جديدة جداً يكون ورق مزور حرك تاخد صورة منه وتتوجه إلى جهة الولاية سواء المحافظة التابع لها هذه الأرض أو جهة الولاية الأساسية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية أزرعي يحرك توريهم الورق وهم يقولولك هذا ورق حقيقي وصادر من الدولة أم ورق مزور زمان من حوالي 10 و 15 سنة كان في جهات داخل وزارة أزرع أعدى هذه الجهات بترصد أي إعلان لبيع وتأسيم الأراضي أزرعية وخاصة خارج الزمام وعلى الفور تبلغ الأجهزة الأمنية أن هناك من يتعدى على أراضي الدولة أين هذه الجهات أو اللجان داخل وزارة الزراعة؟ كان مكرها في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عموماً لازم نأكد على حضرتكم مفيش حاجة اسمها نهاخد الأرض بعقد من الشركة اللي بتبيع الأرض هذه الشركة ليس لها وجود أمام الدولة وجهة الولاية لا تعترف بها عشان تشتري أرض يعني تدفع فلوسك في جهة الولاية في عقد بإسمك أو هذه الشركة تمتلك عقد رسمي من الدولة ببيع هذه المساحة وتكون نفذت بالكامل جميع ضوابط جهة الولاية سواء زراعة الأرض أو تطورها بالكامل في اللحظة دي حضرتك ممكن تشتري وانت متطمن أما أن ندفع أموال باهزة لشركات وبعدين نقول إحنا فلوسنا راحت فلوسنا ضاعت هذا أمر حضرتك اللي تسأل عنه كل الناس بتكلمنا كل يوم إحنا توجهنا لشركة فلان اللي بيعلن في الأماكن الفلانية وقلنا عايزين نشتري أرض ودننا عقد من الشركة ولما رحنا عشان نزرع ظهرت لنا جهات ولاية مختلفة أو صدر قرار بسحب الأرض طبعاً جهة الولاية غير مخطئة وقرار صحب الأرض صائب بنسبة مئة في المئة ولا يمكن لأحد أن يتدخل لتعديل رأي جهة الولاية حضرتك من أخطأت أرجوكم الحذر دي قضية مهمة جداً كنت لازم أتكلم عنها في بداية حلقتنا النهاردة خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا النهاردة في برنين يوم الاتنين المقبل 5 ديسمبر هتبدأ فعليات معرض فود أفريكا عرص الصناعات الغذائية المصرية دلوقتي هنقابل داليا أبيل المدير التنفيذي لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فود أفريكا كمان هنقابل السيد أحمد عوف رئيس مجموعة عوف والدكتور أحمد القمار رئيس شركة هابسويت للصناعات الغذائية هنتكلم عن معرض فود أفريكا وكمان عن قضايا قطاع الصناعات الغذائية استعدوا لهذا الحدث الهم خليكم معنا الحدث الأضخم في قطاع الصناعات الغذائية هو معرض فود أفريكا 2022 بالقاهرة وتحديدا في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 5 ل 8 ديسمبر الجاري بمشاركة حوالي 730 شركة متخصصة في الصناعات الغذائية بخلاف عدد ضخم من المشترين من الخارج هيزوروا المعرض باعتباره الملتقى الأهم في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وكمان الطباعة طيب الأرقام بتقول إيه؟ صادراتنا في قطاع الصناعات الغذائية بتكسر حاجز الـ 4 و 1 من 10 مليار دولار والسؤال هل إحنا كمصر مؤهلين لصادرات أكبر من كذا؟ طبعا مؤهلين للمشاركة بكوة في خطة الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار وبنستهدف في العام 2023 الوصول بقيمة صادراتنا في قطاع الصناعات الغذائية لحوالي 5 مليارات دولار وطبعا نقدر نحقق الخطة كمستهدف في العام 2023 دلوقتي هنقابل داليا قبيل خبيرة التسويق الدولي والمدير التنفيذي لشركة كونسب اللي بتنظم معرض فود أفريكا واللي شركت بمصر يعني بالشركات المصرية المتخصصة في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في حوالي 185 معرض دولي يعني فتحت قدام المئات من الشركات المصرية طاقت القدر ركزوا معها فود أفريكا 2022 ماذا يخفي لهذا القطاع العظيم جداً؟ المعرض الحمد لله السنة دي فيه حاجات جديدة كتير كل سنة منحب ان احنا نترك يعني جانب جديد للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لو هبدأ اتكلم كده سريعاً احنا معرضنا السنة دي على مساحة 30 ألف متر اكبر ولا أقل بالسنة اللي فاتت اكبر الحمد لله بقاعة كاملة وده اللي بيدي يعني طاقة إيجابية ان صناعة المعرض في مصر بتتطور وبتكبر الحمد لله احنا نعتبر كده ان احنا زدنا 50% من المساحة معانا السنة دي اللي هو هتكلم في المجمل لانه احنا عندنا جزء فود أفريكا وعندنا جزء باك بروساس اللي هو متخصص في التعبئة والتغليف والتباعة والفود بروسسينج للتصنيع الغذائي فالمعرض السنة دي معانا تقريباً 730 شركة انا قد اكون يعني مش مخطئة لو قلنا ان ده يمكن من اهم المعارض اللي فيها عدد عارضين وتنوع على مستوى مصر ومستوى الكارة الافريقية ده اكيد معانا السنة دي 32 دولة ان شاء الله موجودة فيه 14 جناح وطني يعني دول جاية بمشاركات رسمية وشركات اخرى بتيجي بصورة منفردة يعني الدول هي اللي واخد اجنحة لشركتها اه هي قاد تنمية الصدرات في هذه الدول اهمهم معانا الامارات معانا السعودية بولندا روسيا المانيا مشاركة الاول سنة معانا في الجزء الغذائي وموجودة في الجزء المكان بقالها كذا سنة بس اول مرة تيجي بشركات غذائية ايطاليا الكويت اول مرة يبقى معانا جناح وطني من دولة الكويت رسمي يعني من الاصدقاء ومعانا من اول سنة وبيكبروا كل سنة حتى مشاركتهم لانه المعرض بالنسبة لهم مفيد جدا فالحمد لله الواحد بيحس بطاقة ايجابية لما بيشوف ان المعرض بيتطور بيحس انه عمل انجاز اه شخصي بس كمان عمل حاجة حلوة للبلد خلي بالحضراتكم داليا قبيل اتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سنة 2000 وانضمت مباشرة للغرفة الالمانية بالكاهرة وجماية المصدرين المصريين ومن هنا بدأت حكايتها مع المعارض العالمية اللي كانت الشركات المصرية نادرا ما بتشارك فيها او بتشارك على مسؤوليتها تخيلوا فضل التحارب لغاية محطة اجنحة مصرية في معظم المعارض وفي سنة 2011 أسست شركة كونسب لتنظيم المعارض وأسست معرض فود أفريكا اللي بقى عمره النهاردة حوالي 8 سنين وأقل معرب بتشارك في تنظيمه بيبقى فيه 80 و90 شركة مصرية سواء منتجة للصناعات الغذائية او الحاصلات الزراعية ده بخلاف الطباعة والتغليف والتعبئة وباب ملكي لصناعاتنا الغذائية طبعا للتصدير طبعا الحالو في المعارض إنه هو موجه للتصدير بشكل عام طبعا فيه جزء للتجارة المحلية اللي هي مهمة جدا كذلك ولكن إحنا بنستقطب وكلنا أمال إن إحنا نوصل لـ 100 مليار دولار في الصادرات فإحنا بنهتم بالحتة دي ودي جزء حتى بتحط فيه تعب كتير قوي إن إحنا بننظم أكبر بيعسة مشترين دوليين يمكن بتيجي على أي حدث في مصر عندنا أكتر من 500 مشتري دولي تم دعوتهم بتعاون بقى كبير قوي ما بين المجلس التصديري للصناعات الغذائية المجلس التصديري للحاصلات الزراعية جهاز التمثيل التجاري فيه استشاريين شغالين معنا في الموضوع ده إن إحنا نقدر نوصل لأحسن أسواق مستهدفة وفي نفس الوقت كمان مشترين يكونوا فعلا هيجوا يعملوا صفقات حددناهم إزاي بقى؟ عشان ده ما ناس تقول لك ده الناس جاي تتفسح وتروح طبعا ما بيتقال الكلام ده بيبقى فيك لقاءات مكسفة مع المجلس التصديرية ومع جهاز التمثيل التجاري عشان نقول والله السنة دي الصناعات الغذائية إيه أهم المنتجات اللي عندها فرص للنمو طب إيه الأسواق المستهدفة بتاعتها مصر السنة دي أكبر دولة في العالم على مستوى تصدير الفراولة المجمدة طيب هيأني أهم دول بنصدر لها ممكن نستقطب دول إيه تانية فنبدأ نستقطب الدول دي وندور على مين أهم المستولدين فيهم وندعوهم على المعرض فيبدأ على طول يعني إيه يبقى فيه كويك وين نجاح سريع طبعا وفي نفس الوقت عندنا بقى بلان تانية مش بنحيد عنها اللي هي أفريقيا إحنا معرض أفريقيا الأفريقيا يمكن العجل اللي فيها بتبقى أبطأ من دول أخرى اللي عشان السيولة يمكن بتبقى أقل شوية لسه مفيش تخصصية قوي يعني بيبقى كل شوية لازم بيحصل تجديد وزيارات لدول معينة هناك عشان تكون متأكدة إنك جاب المستولد المظبوط اللي هيقدر يستمر معاك فإحنا مش نسينا الملف ده وبرضو جزء كبير يمكن 30% من البعثة بتاعتنا من دول أفريقية عشان طبعا كبعد سياسي والدولة يعني كلها مركزة إنه إحنا لازم يكونينا تجاوجة أكبر في أفريقيا وفرصنا حلوة هناك منتجاتنا مقبولة جدا أسعارها حلوة كوالتي حلوة وفي نفس الوقت معينا الدول بقى الأخرى اللي البزنس فيها سريع فبالتالي نعمل للعارض بتاعنا يعني خلطة حلوة يعني عنده الكلينت اللي هياخد كميات ويستمرنا معها بشكل كبير وفي نفس الوقت بنفتح في أسواق الأفريقية اللي هي لغي نعنا دلوقتي بقى هنقابل أتنين من أكبر العارضين في فود أفريقيا 2022 للصناعات الغذائية وبيشاركوا بقوة الأول الدكتور أحمد القمار رئيس مجموعة هاب سويت للصناعات الغذائية بيقود مجموعة ضخمة ومحترفة وبتنتج 11 عائلة بعدد 230 منتج متميز في قطاع تصنيع الكيك والشوكولاتة والبسكويت والطوفي والحلوة الجافة والمارشميلو والجلي وخبرات المجموعة تمتد لحوالي 25 سنة والمصانع مقامة على مساحة 100 ألف مت في مدينة أهى بالأليوبية أما ضفنا التاني أحمد محمد عوف المدير التنفيذي لمجموعة أبو عوف العملاقة المتخصصة في الصناعات الغذائية عبقاري حقيقي في الصناعة ونجح في تحقيق شراكة جبارة مع شركة أغزية الإماراتية وطبعا هنكشف لحضراتكم أسرار هذه الشراكة وبالمناسبة مجموعة أبو عوف النهاردة 210 فرع في 16 محافظة بخلاف أربع فروع في أرقى مواقع بالإمارات وتحديدا بمول دبي ومول الإمارات وديرة سيتي سنتر ودبي هيلز يعني صدر علامة التجارية للدول العربية بداية لقاءتنا هتكون مع الدكتور أحمد القمار رئيس مجموعة هاب السويت للصناعات الغذائية ركزوا معاه حضرتك ورقصت نجاح كبيرة جدا في هذا القطاع بنعتز بيها جدا في برنامج جدعين والقطاع بأكمله داخل على عرص الصناعات الغذائية فود أفريكا 2022 خلينا نتكلم على هذا المعرض تحديدا احنا بنتكلم في عدد مشترين ضخم جدا تم دعوتهم للمعرض من كل أنحاء العالم كمان عندنا أكتر من 30 دولة بتشارك بأجنحة رسمية هل أكشاف المعرض ده زي؟ المعرض طبعا فرصة هيلة جدا للصدرات المصرية بشكل عام وخاصة في الوقت الراهن اللي احنا بنتمتع فيه بمميزات كبيرة جدا جراء طبعا انخفاض الجيني أسد الدولار فده بديناميزة تنفسية كبيرة جدا في التصديق احنا فيه 30 جناح دولة بس طبعا فيه أكتر من 400 شركة عرضة زي ما حضرك بتقول بس مصر هي لها نصيب الأسد في 30 جناح الموجودين يعني مصر تمثل من 40% ل 50% من عدد الشركات العرضة ودي فرصة كبيرة جدا لنا ان احنا نبدأ ننطلق من خلاله يعني عشان نقدر نحقق جزء من أهدف سيادة الرئيس اللي هي صادرات 100 مليار دولار في خلال 23 طور أحمد القمار صادرات هاب سويد تقترب من 50% من الانتاج و50% بينزل سوء محلي خطتنا اللي جاي ايه هل هنزود نسبة الصادرات؟ احنا أوتوماتيك ليه احنا عندنا الخطة بتاعتنا في 23 إن شاء الله ان احنا نطلع ل65% من انتاجنا الصادرات في 2023 قليتنا ايه او الخطوات اللي اتبعناها الخطوات اللي احنا خدناها احنا طبعا عندنا ما شاء الله عندنا تيمورك قوي جدا في قدارة التصدير اتحرك لكل الدول احنا من شهر 7 تقريبا و احنا كل شهر بيزيد عن الشهر اللي قابله من 10% الـ 15% نسبة نموه في صادرات احنا تقريبا كنا بنتكلم في شهر 4 شهر 5 كنا بنتكلم في 16 جنيه للدولار احنا النهاردة بنتكلم around بنتكلم على 25 جنيه هتقول لي مدخلاتك ما انت عندك مدخلات دخلة بالدولار بس انا عندي المنتج اللي انا بصدره هو يمثل 40% من التكلفة فإذا انا عندي ميزة تنافسية قوية جدا عن الآخرين فاقدر اصدر كويس قوي اسوانة جديدة فين في الصناعات الغزائية اديني الفرصة موجودة فين احنا اللوقتي عندنا أوروبا دخلنا فيها في 22 في 21 كنا عندنا 3 دول في أوروبا بنصدر لها احنا النهاردة عندنا 11 دولة في أوروبا بنصدر لها طو دكتور لو تكلمنا عن مبادرة الثمانية في المية اللي تم إلغاءها من خلال البنك المركزي وتم التوجيه بالعديل المبادرات إلى الجهات المفوطة اشتغل من خلالها المالية الإسكان كيف ترى تأثير إلغاء مبادرة الثمانية في المية على قطاع الصناعات الغزائية خليني أرجع بحضرتك لـ 2016 لما حصل التعوين في 2016 احنا كنا عندنا نيزة قوية جدا في التصدير وتحرقنا في التصدير بشكل فعال ولكن ما خدناش الفرصة الكاملة لأن حضرك الافتكر وقتها كان عندنا نسبة الفايدة 20% فكذا ناس تقول لك أنا روح أجيب خط إنتاج بـ 100 مليون جنيه وادفع عليه 20 مليون جنيه ولا حط الميت مليون جنيه في البنك واخد عليهم 20 مليون جنيه وأنا لسه ما خاطرتش فهنا المفاضلة بقت صعبة فحاطرك هتلاقي في ناس كتير تخرجت من الصناعة ومن التجارة وحاطف فلوسها في الشهادات ورجعها تاني مبادرة الخمسة وثم مليون جنيه في المؤتمر الاقتصادي اللي كان حضره سيادة الرئيس وإحنا كنا بالنادي بسرعة التعويب عشان يبقى إحنا كده كده إحنا بنكلف على 23 و24 على البلاك ماركت لأن إحنا في النهاية البنك ما كانش مدبر فقلنا لما البنك هيحصل فيه تعويب خلاص يبقى فيه تدبير والدني هتمشي وتحليل سعر السر وقلنا ونبهنا وقلنا يا أخوانا بعد إذن حضراتكو ما تجوش من الثمانية في المية لأن دي هتبقى الوقود والمحرك الأساسي للصدرات عشان ينطلق بقوة إحنا بالنسبة لنا تحرقنا وعندنا فرص للتصدير بس مش فرصة كاملة أكيد اللي خد القرار ده هو الأقل وطنية عني وعن حضرتك وأكيد هو قدر مني ومن حضرتك ومن أي حد في الدنيا لأنه عنده معطاية بتقول ألغي أو ما لغيش أو أعدلها خليها بقى 18 إنما النهار ده أنا قمت منهم لقيت أنا عندي بدل ما بدفع مثلا X بدفع XX وهي 8 بقى 16 فتخيال حضرك الحوافز للإستثمار إيه ما أنه لما زيد لما أزود في التصدير هزود في إنتاجي هحتاج خطوط إنتاج تاني عشان أكمل ما أنا بفتح سوق ده حضرك تخيال أنا أول 6 أشهر أنا مش بكسب بضحي في أي سوق عشان أبني السوق ده فتخيال أنت النهار ده بتيجي عبل ما تبني السوق دوا أنا خلاص أنا مطلوب مني طاقات إنتاجية أكتر مطلوب مني خط إنتاج ما عنديش الحق هروح أجيبه إزاي بـ 16% يعني حط نفسك مكان المستثمر مكان المصنع المصنع بيتجلت بس إحنا في النهاية نهم الصناعة بيخلي إن إحنا عندنا حب للصناعة فأنا مستمر إن أنا هجيب خطوط إنتاج وأكبر في شولي لغاية ما موت دلوقتي بقى هنقابل أحمد محمد عوف المدير التنفيذي لمجموعة أبعوف واللي فاجئنا بإطلاق منتجات أبعوف للقهوة سريعة الزوبان لأول مرة في معرض فود أفريكا ركزوا معي أبعوف يعني صباح الفل لكل مصري كل واحد يدخل يهود أهوته عشان يفوق ويشوف أشغاله ما شاء الله نجاح كبير جدا دخلين على فود أفريكا ده العرص الخاص بالصناعات الغذائية أولاً بيمثلك أي فود أفريكا وأكبر مفاجعة تقدمها السنة دي في 2022 معرض فود أفريكا بالنسبة لنا هو أكبر معرض متخصص للصناعات الغذائية في مصر هو من أكبر ثلاث معرض في الشرق الأوسط المعرض ما شاء الله بيكبر كل سنة عن سنة نحن بنفخر اللي احنا الرعي البلاتيني للمعرض للسنة الثالثة على التوالي المعرض بيمثل لنا ايه المعرض بيمثل لنا هو المراية المراية بتاعت المنتجات المصرية لأسواق العالمية وخصوصاً أسواق الشرق الأوسط اللي احنا التركيز الأكبر عليها بيبقى فرصة لنا اللي احنا ننزل منتجاتنا الجديدة في المعرض خصوصاً اللي هو بيبقى في ديسمبر فبنبدأ ندخل مبيعات أول السنة بيكون معنا المنتج الجديد يعني معاد مناسب جداً لإطلاق أي منتجات جديدة بالضبط هو فرصة التوقيت بتاعت بيبقى قبل رمضان طبعاً أعلى ما رمضان يبدأ يتحرك يوصل لديسمبر بس سبب أكمان فرصة بيبقى أول السنة فبنبدأ ندخل مبيعات أول السنة بالمنتجات الجديدة اللي احنا ننزلها ايه المنتجات الجديدة اللي احنا ننزلينها في فود أفريكا ان شاء الله يبقى الانستانت كافي قهوة سعرات التحضير المنتج ده بقى لنا 3-4 شهور بدأنا ننزله وبنجربه في محلاتنا لقى استحسانه كبول كبير جداً للمستهلك فهيبدأ ان شاء الله انتاجه من أول يناير يبقى على سكيل أوسع في مصر وفي الشرق الأوسع كم منتج؟ هم ستة اسكيوز ستة منتجات بادئين بهم فئات سعرية مختلفة من أول الاثنين جنيه لغاية خمسة جنيه المنافسة فيها شارسة جداً في شكل قوي شكل قوي انا لسه بنقولي هادي بنبدأ كمان لسه في مراحل جديدة هنبدأ بالمنتجات التقليدية العادية الموجودة في السوق وبعد كده هيكون فيه 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 هيكون فيه حاجات التكارات وحاجات تانية من النص تاني من السنة الجاية ان شاء الله ممكن اسواحنا تبقى ايه؟ الشرق الأوسط وافريقيا هو مركز تمركز العرار دي يعني هنقول ان كندا أمريكا انجلترا بخلايا في الشرق الأوسط وافريقيا دول ممكن تبقى قاعد اسواق مهمة جداً للقهوة المصرية 2022 حصل عملية شراكة كبيرة جداً ما بين شركة ابو عوف المصرية وشركة أغزية الاماراتية رايحين على فين بعضي الشراكة بقى؟ شركة أغزية طبعا مش شركة القبرة في الشركة الأوسط وبالسندوق السيادي ايدي كيو طبعاً طبعاً كبير سريء في الشرق الأوسط مش في الامارات بس ليه وافقنا على الشراكة؟ أولاً احنا خلينا نقول اللي احنا بنعرف نفسنا دائماً كتعم البسنس بيوصل لمرحلة من المراحل اللي هو لازم تبقى فيه عملية حوكمة لو متعملتش مظبوط 100% بتؤدي إلى انهيار الشركة حوكمة عشان الناس تفهم يعني مجلس إدارة من الخبراء يدير المنظومة بالضبط فإحنا كررنا اللي احنا نبيع جزء أو نوافق على بيع جزء من الشركة 60% تقريباً لكيان كبير ضخم زي أغزية أولاً للتأكد من أن الحوكمة تم تفعلها ما تبقاش كلام على ورق والنقطة التانية الاستفادة من الأسواق الخارجية أو الشبكة الخارجية الموجودة فيها شركة أغزية الشركة أغزية موجودة بقوة في شركة أوسط فإلا أنا أركب منتجات أبعوف على الشبكة بتاعة أغزية دي هيدي قوة كبيرة جداً جداً ودفعة كبيرة جداً للصدرات أبعوف من مصر وإحنا أضافة برضو إحنا طبعاً أضافة كبيرة لشركة أغزية وهم دايماً يقولوا لنا أنتوا درة التاج عندنا لأن إحنا كمان تقريباً القطاع التجزاء الوحيد اللي عنده فإحنا موجودين في 210 محل جوا مصر في 16 محافظة فهو كمان عنده شبكة توزيع قوية في مصر أصبح عنده بمجرد بخلص الاستحواز أصبح عنده هو كمان بمقر شبكة توزيع قوية جداً في مصر كلها فروعة أبعوف وما فيش أي فرنشايز عندنا خلص إحنا كلها فروعة بتدار مباشرةً من الشافي إحنا صفر فرنشايز أنا بحب جداً خليني أكون صراحة معاك دماغك في إدارة ملف الطمور في مصر أو المجدول تحديداً تدخلته في صناعك المعمول طمين على المنتج ده وعمل إيه في صدراته المنتج ده الحمد لله موجود حالياً في معمول المجدول أبعوف معمول المجدول أبعوف موجود حالياً في سبعة دول مش في الشرق الأوسط بخلاف الشرق الأوسط موجود في إنجلترا موجود في أمريكا موجود في كندا والإسبوع جاي كمان طالع هو بيعشوع المجدول خلي بالك بدخله في الصناعة كمان يتجننه بالمنتج بالضبط وخصوصاً للأطفال يعني الأطفال إنك أسهل إنك تقنع طفل إنه يأكل معمول بالمجدول على إنك تقنعه إنه يأكل مجدول تمر طبعاً في قيمة الغذائية كاملة الطفل بيأخدها في صورة نواة هو بيأكل حاجة حلوة هو بيحبها إحنا عندنا خطة بقى خمسية و... عملنا خطة خمسية خطة بعيدة أو خطة متوسطة أو خطة عجلة عملنا خطة خمسية أو على الفكرة إحنا برضو ما تكلمنش في موضوع اللي إحنا فتحنا في الإمارات أربع فروع المنتج المصري بقى موجود في أربع محلات أبعوف موجودين في أكبر مولات في الإمارات فتحنا في دبي مول في دبي هيلز في ديرا سيت سنتر وفي مول الإمارات منتجات 80% من المنتجات الموجودة في المحل منتجات مصري 100% أغلب البايعين اللي موجودين في المحل اللي بايعين مصريين بنقدم القهوة بتاعتنا بنقدم المعمول بنقدم البرتفوليو كامل بتاعنا فبقى فيه جزء من المنتجات المصري في قلب أكبر مولات في العالم رشدة التصدير للصناعات الغذائية خمس خطوات أولا الأسواق الجديدة لازم نشتغل عليها وخصوصا أفريقيا وثانيا نشتغل على الجودة مفيش حاجة اسمها منتج يطلع من مصر من غير ما يكون بمواصفات قياسية تليق بينا كمصنعين للغذاء وثالثا ندرس احتياجات أسواق العالم ومواصفاته يعني نصدر اللي هم عايزينه مش اللي احنا عايزينه ورابعا نشتغل على السوق المحلي ونرتقي بيه لو قدمنا الأسواقنا المحلية جودة أكيد هنكسر الدنيا برة وخامسا ندعم كل مصدر لأنه سفير لمصر في العالم وبيتعرض لمنافسة غير شريفة بالمرة والعالم كله بيدعم منتجاته بشراسة عشان يوفر فرص عمل ويشغل مصانع وخطوط طيران وصفن شحن الموضوع مش مجرد منتج والسلام دي منظومة كبيرة جداً دلوقتي هنتوجع مع حضراتكم إلى المنطقة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان هنزور مصنع إعمار إلا أسسه المهندس العبقري ياسر المهندس هو أول مصنع مصري ينتج مكينة الفريزة الـ CNC هي أم المكن في العالم يعني أي مكينة في العالم عايزين نصنعها لا بد أن نصنعها من خلال مكينة فريزة الـ CNC خليكم معنا الشاب اللي قدام حضراتكم ده من الجدعان بجد لأنه باختصار قدر يصنع لمصر أم الماكينات في العالم ماكينة فريزة المعادن الـ CNC واللي بتصنع أي مكينة في العالم بجميع مكوناتها والأي صناعة يعني بتصمم وتصنع أجزاء أي مكينة واستنبطها مهما بلغ حجم تعائدها وبدقة مدهشة لأن مقياسها هو المايكرون اللي بيمثل ألف جزء من المليمتر تخيلوا هو المهندس ياسر المهندس 34 سنة مؤسس شركة أعمار في مجمع الصناعات الصغيرة في المنطقة الصناعية بمدينة العاشم من رمضان اللي تخصصت في إنتاج مكينة فريزة الـ CNC بطاقة خمسين مكينة سنويا منها مكينات فريزة الاستخدام الطبي لمعامل وعيادات الأسنان لتصنيع تركيبات الأسنان ودي بقى تحديداً بيخطفها فوراً أشهر أطباء الأسنان في مصر عشان يصنعوا بيها أسنان بديعة هوليود إسمايل وبالمناسبة المصنع ده تحديداً هو الوحيد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا اللي بيصنع ماكينات فريزة الـ CNC و70% من الكوادر في مصنع أهمار النهاردة من المهندسين والفنيين والعمال اتعلموا فيه تصنيع ماكينات فريزة الـ CNC اللي بتدخل في الصناعات الهندسية والغذائية والطبية والبترولية وغيرها من الصناعات تعالوا نفرح بابننا المهندس الشاب ياسر المهندس عرق قلتي لي جملة خاليتني جيت لك أنا فوراً مصر كلها محتاجة استنباط أنا رجعت خطوة الورا وصنعت لهم المكنة اللي بتعمل الإستانب انت بتنفس أكبر شركات العالم الألمانية واليابانية والأمريكية اللي بتصنع الفريز الفكر المحترم ده بدأ معاك من إمتى الموضوع يمكن عشان خلفية الدراسية بتاعتي هندسة السيارات فكان بالنسبة لنا إن هينري فورد ده القبر الروحي لتصميم وينتاج السيارات بالشكل اللي بنشتاكل بيه جاية النهاردة الراجل ده أول لما ابتدى كان بيهتمد اعتماد على الفني الماهر في تصنيع الأجزاء اللي بتركب في العربية وده اللي كان بيخلي معدلات الإنتاج بتاعت السيارات بطيئة جداً أوليلا جداً هو فكر برا الصندوق خرج برا القصة ديت وحتى اعتمد في المصنع الجديد على الآلات فإن هو يعمل آلة لتصنيع كل جزء فبقى العامل بدل ما بيخلصت دورة الإنتاج بتاعته في 8 ساعات أو أكتر بقى بيخلصها في دقتين ونص كانت النتيجة إيه؟ هي الصورة السيارات اللي موجودة النهاردة من إنتاج كمي رهيب لإن كل الناس تقدر تركب العربية ده على أساسه كان الـ background لا أنا محتاج أن أنا بقى في مصر أنا عاوز أعمل صناعة فأنا محتاج أن أنا أخرج برا عباقة أن أنا معتمدة على الفني الماهر اللي بيشتغل لوحده بإيده عشان ينتج الشكل ده فإن أنا لأ أزوده بمكناة المكناة دي فيها الدقة الكافية ده واحد اتنين يكون في متناول السعر إن هو يقدر الورشة الصغيرة إن هو يقدر أن يبقى قادر إن هو لأ مش يروح يجيب مكناة بمليون أو اتنين مليون لأ أنا عاوز أجيب مكناة بمئة ألف تقدر أن هي على الأقل تلبي لي 50% مش هو 100% من الأجزاء اللي كنت بعملها بإيدي لأ أنا أعملها بالمكناة تديني بقى في رحلة من 2014 لغاية لما ظهرنا الحمد لله للناس في 2017 في أول معرض ننزله في مكتك بأول 3 فريز CNC تم تطورهم خلال الفترة دية عشان ننزل نقول للمصريين نقول للعالم إحنا الحمد لله فضل الله إحنا أول ما نصنع فريزة CNC في مصر يعني ليه اختارت الفريزة؟ واحد دي أم المكان مفيش مكان هينفع تتعمل من خلال ما تتكون عد جزء منها على فريزة CNC وهي الأصعب وهي الأصعب ده على الجانب إحنا كمهندسين بنحب التشالنج فده على الجانب اللي هو إيه كمهندس على الجانب الاقتصادي مفيش منافس محدش دخل القطاع ده في مصر ده في مصر أو الوطن العربي؟ وعلى حد علمينا إحنا مفيش حد في أفريقيا أو الوطن العربي بيعمل فريزة CNC وبالتالي عملنا هذا الماركت بحيث إن إحنا نغطي احتياج السوق في المكان ده أعدت أديها عشان تعمل مكنة زي دي ما هو ده برضو؟ وإحنا أعدنا الحمد لله من 2014 إلى 2017 عشان نعمل مكنة دي واحدة؟ مكنة واحدة ونطور فيها ونعدل فيها عشان في الآخر لما جاء أقول للناس قلت أنت وكم واحد تشغالين معاك؟ في الأول لأنكم أربعة المكن بتاعك ده النهاردة أنت بتنتج كام مكينة في السنة؟ أنا متواصل من أربعين لخمسين مكينة في السنة من أربعين؟ أه العدد ممكن يكون عدد قليل لكن أنا دايما بقول يا جماعة أنا مش بنتج مع احترام الشديد جدا لأي حد بنتج مروحة أو غسالة بس أنا مش بنتج منتج استهلاكي لأنا بنتج ده أسد ده حاجة أصلة بيتحط في المصنع بينتج عشان يطلع فلوس يعني دي ماك أنا ممكن اعتبرها بتطبع فلوس خلي بقى لحضراتكم المهندس ياسر المهندس تخرف كولية الهندسة بجامعة عين شمس تخصص ميكانيكا سنة 2010 ومن وقتها ويمكن قبل التخرج هو بيحلم بتأسيس شركة أعمار وتعلم تصميم الماكينات في شركة تقنية للهندسة والصناعة في العاشم من رمضان اللي التحق بيها فور تخرجه كانوا بيصنعوا خطوط إنتاج أو ماكينات أي صناعة وفي سنة 2012 أسس شركة أعمار كورق وفي سنة 2013 اتجه فعليا لتصنيع ماكينات السي انسي ولكن قرر في سنة 2014 إنه يتجه لتصنيع ماكينة فريزة السي انسي الأقصر تعقيدا يعني رجع خطوات الورق عشان يصنع الماكينة اللي بتصنع ماكينة السي انسي وبعد سنتين كاملين نجح في تصنيع أول ماكينة فريزة سي انسي وكان أول ظهور لي في المعارض الصناعية سنة 2017 بتلت ماكينات دفعة واحدة فريزة معادن وفريزة معادن لينة زي الألمونيوم والنحاس وفريزة خمس محاور للأغراض التعليمية وبعدها انطلق وبقوة أساعدك إزاي؟ بحيث أن انت تقدر الاربعين أو الخمسين مكينة يبقوا 200 و300 مكينة إزاي؟ ما هو برضو أنت في النهاية هتصدر بسي مصر أنا مش عايزك توقف على السهول محل عايزك تصدر إحنا بناس عادي الوقت فين إحنا نحصل على شهادات أهمهم السعودية والسعودية والليبيا تمام؟ أريد أن نكمل بقى؟ بزبط حاجات فردية الموضوع لسه ما عندناش الأفتر سيل سابورت اللي الحمد لله قوي جداً لنا هنا في مصر بره بنسع أن إحنا نزبط الشهادات بالسعودية علشان أبقى قادر حتى أن أنا أصدر مكان صناعة محلية في أوروبا يعني قصة ما بقاش إن أنا بجيب مكانة من بره وطلحها جدا خلا وطلحها لا أنا عاوز مكانتي اللي أنا مصنعة هنا أقدر أن أبيحها في أوروبا الماكينات بتاعتك النهاردة محطوطة في قطاعات إيه؟ وكفائتها عامل إزاي ونجاحها عامل إزاي؟ ناخد القطاعات مثلاً قطاع التعليم إحنا الحمد لله لدينا مكانتين في هندسة إنجامس منهم مكانة في معمل الصوتيات والاهتزازات دي مكانة بتستخدم في عاملات الريسيرش والديفلوبمنت فماكنة دقيقة مطلوب إنها تعمل لحاجات بتاعت أبحاث وده كتر الماكينة التانية موجودة خاصة بمعمل سيارات علشان بيصنعوا بيها الفورمولا 1 بتاعت الستودنت بيخش بيها الحمد لله المسابقات والأجزاء اللي بتعمل على الماكينة بتاعتنا بتسافر في العربية دي المسابقة في إنجلترا تمام قطاعي الصناعي على مستوى تصنيع الماكينات بيعين مكان لمصانع سوى خطوط إنتاج شوكولاتة هنا مثلا في العاشر من رمضان مصنع واخد الحمد لله أربع مكينات مصنع تاني في المنزلة واخد مكانتين بيصنع الماكينة بتاعت العجين بتاعت العيش مدين مثلا يعني بيصنع ايه في الماكينة بتاعت العيش فاهمنا أجزاء الماكين يعني الجزء اللي بينزل في العجينة علشان يتخلط وهي كده يتزقق عشان ينزل بالشكل بتاع العيش فيه دي اللي بتحفق دي اللي بتشكله له دي اللي بتصممه له بالضبط هل مهندس ياسر المهندس لسه لغاية النهاردة بعد حوالي 8 سنين اهو شغل لسه بيعيني من عقدة المكينات الألمانية واليابانية والأمريكية اللي غاية مصر هناك وهل انت سعرك كم في المئة منه وهل ده كفيل لحميتك ولا لا لو احنا الأمريكان على السعر أنا السعر بتاعي مثلا في المكان الصناعي نكلم في خمسين في المئة من المكان اللي مستورد ده ما يكفلش حمايتك مش لازم مش لازم بص عودة الخوجة أكثر بص الناس اللي ابتدت معانا كشركاء نجاح مش كعملة وخطرت ان هي تحط مئات الألاف من الجنيهات علشان تشتري مكنا وهي فعلا بتخاطر لدرجة ان الوكال يكلموهم يقولهم انت مجنون في حد يدفع في مكنا مصري خمسمائة ألف جنيه الراجل ده الدكتور ده المهندس ده اللي ابتدى معانا بالمكان الأولنية النهاردة هو من الأسباب اللي ربنا يسترهلنا عشان نوصل للمرحلة احنا فيها ودول انا فعلا بقول انتو شركاء اللي نجحنا انتو مش زباين انت تحميني ازاي سوألي دافع عني يا جماعة الشخص الفلاني اشترى المكان الفلنية من اعمار وجاي في المعرض السنة دي والسنة اللي فاتت نصورين احنا أكتر من 30 فيديو مع أكتر من 30 عميل الحمد لله جاي المعرض شكرنا شكرا جزيلا حنيك تشارك في المعرض الخارجية وساعدك ودعمك انها مشاركات تكريفتها عالية جدا دي حالة مهمة جدا 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 انا عارف تركيا بالذات بتعمل القصة دي تركيا ممكن تلاقي هنا في معرض عاملة بوث باسم السفارة التركية في المعرض اللي بيصنع منتج واطن 100% بالضبط انت تخلش عليه تتعوي تصنع ايه ريشة مروحة انا عندي مصنع فلان وفلان وفلان بيصنع ريشة مروحة ووسلك بيه دلوقتي تعالوا نقابل مازن ارمانزي وهو صورة جنسية وهو المسؤول عن قسم انتاج مكينات فريزة السي ان سي الخاصة بتركيبات الاسنان مازن ارمانزي انت الخبير اللي مستوردينه من برة بيقوله كده عشان يشتغل معنا في مكينات الاسنان صحيح دي مكينات مهمتها نتصنع تركيبات الاسنان صحيح اللي بتتباع بألافات النهارده التركيبة مش المكرة بالضبط اشرح لنا بادي بتشغل ازاي والفر بينها وبين المكرة المستورد وازاي نحن نعملها حكينا بخبرتك زمان كنا منعمل التركيبات نفسها بطريقة يدوية كنا مناخد المقاس من الدكتور اللي بياخده الطريقة التقليدية اللي هي بمادة المقاسات بعد كده نشتغل على الموديلات الجبسية النتيجة من المقاسات دي ونبدأ نعمل حاجة اسمها واكس ونبدأ نعمل كاستينج وفورجينج وكله شغل يدوي وبالإيد طبعا مع التكنولوجيا والتقدم والكلام ده الحاجات دي بقى تتعمل خلاص على ماكينات بتفرز التركيبات نفسها منه مختلف الخامات من أول التايتينيوم والكروم كوبالد والجلاس هيراميكس اللي هي بنعمل منها الهوليوود سمايلز والابتسامات الهوليوودية والكلام دي يا عيني كل ده بتعملوا المكرة دي طبعا طبعا وتحافز على اللون وتخلي اللون شكله طبيعي طبعا طبعا والتركيبات الزيركونيا اللي هي أكثر صحية من تركيبات المعدن النهاردة الدكتور بي عنده مكرة زي دي واقف عمالي يخطط عليها ويرسم السنة أكيد وشكل البق صح كده أكيد وهو اللي بيحدد ده بيتحدد على جهاز كمبيوتر بيرسمها وبعد ندي بار كود للمكرة دي في عياتهم مطبعها بالزبط احنا بنيدي المكرة جي كود ناتج عن الرسمة اللي رسمها الدكتور الدكتور بيرسم الرسمة اللي هي شكل السنة عن طريق برامج مخصصة لرسم الأسنن بيدخل الكود ده للمكرة والمكرة بتعمله تركيبة من الخامل اللي هو بيختارها اللي قدام حضراتكم ده هو المحاسب نابغ المهندس المدير التجاري لشركة أعمار اللي بتصنع ماكينات فريزة السي ان سي ركزوا معاه احنا هنا بنصنع مكرة فريز يعني انت بتعامل معقول كلها شغالة في الهندسة يهمه ويطلع مكرة اما التكلفة مش هتفرم معاه هو عايز تضلع مكرة انت بتسيطر ازاي بتحدد سعر المكرة دي ازاي عايز اعرف احنا عمدنا شقين في التسعير الجزء الانترنال هي تكلفة الانتاج انا بدفع ديه علشان قدر اصنع على المكرة دي وفيه الجزء بقى اللي هو الخارجي المنافس بتاعي بيبيع بكام طيب الكستمر بتاعي مستعد يدفع كام علشان يغامر ان هو يشتري مكرة مصري ويجرب ساعاتنا ممكن يبقى السلوشن بتاعي مش ان انا اسعر المكرة دي بسعره ارخص ممكن اعمل موديل اصلا ارخص تكلفته قال موديل اقتصادي علشان يعرف يبنيتريتر بماركت يعني يختارق الماركت ويبدأ يسمع مع الناس ويعمل اسم للمكرة بتاعتنا ممكن يبقى ساعاتها اعمل مكرة بالماركب بتاعها اعلى يعني نسبتر بحية فيها اعلى عشان اقدر اعمل رن دي فيها اعمل رسيرش ان دفلوبمينت بتعرف اطور فيها وتقدر انها توصل للهي اند كاستمر بتاعي البحث والتطوير بتصرفوا عليها قد ايه؟ في مكان الاسنان ممكن نتكلم 25% من الاراضة بتاع الاسنان بتخش في بحث والتطوير مكنة الاسنان بتاعتنا مش تتغير مرة كل سنة لا الفرجن بتاعتنا ممكن يتغير مرتين في السنة يعني الاسنان اللي اشترى ميني مكنة في اول السنة لو اشترى واحدة ميني النهاردة هلاقيش اكلام اتغير وهياخد بالهم التغيير مش تغيير بس حاجة بسيط في الفنش وفي التشغيل وفي القدرة وصرعة الماكنة وفي التولز اللي بتستخدمها انا كان في الاول عندي مورد واحد بس للتولز الكاتينج تولز اللي بنستخدمها في التفريز دلوقتي انا عندي ثلاثة تسويق مكنات الفريزة السي اني سي مش سهل وخصوصا ان تمنها ممكن يعدي المليون جنيه تعالوا نقابل المهندس عبد الرحمن الباز مدير التسويق في شركة اعمار تسويق مهدد زي دي مش سهل طبعا انت بتكلم في مهندة تمانها بيصل النهاردة لغاية مليون جنيه هي ام الصناعات اللي بياخدها فاهم ان هو بيحط في مصنع ومصنع طبعا صحي كده بتشرح ايه بتفاهم الناس ايه وخصوصا ان دي صناعة وطنية فلازم يكون عندك الكدرة على الشرح والايمان بالصناعة طبعا احنا بنحاول نوفر للعميل ان هو يصق فينا عن طريق منتجات احنا بنوفرها له بنبدأ نتكلم معا بيها هل المنتجات دي هو يقدر ان هو يصنعها بعد كده خدمة ما بعد البيع كل الكلام ده لازم انا اوفره له لازم اخلي العميل يصق فيا قبل ما يصق في منتجي بعد كده ابدأ اتكلم على منتجي منتجي بيقدر يصنع ايه او بيقدر يدي لحضرتك ايه الدعم الفني انا شايف ان هو اقوى حاجة في الصناعة الوطنية لو انا استوردت مكة من الصين ولا المانيا هييجي سعدني ويدعمني فنيا ولكن على ما يجي من بره انا بخسر في دقيقة فلوس هنا svenحرةti العاملة ازاي والدعم الفني عاملة ازاي هو أولاً خلينا نقسمها لثلاث حاجات أول حاجة عمل الوقت تاني حاجة طريقة الصيانة بتاعتي وتوفير الفلوس بالنسبة لي عمل الوقت إن أنا النهاردة ككاستمر سيرفيس بقدر أخدم حضرتك لو أنا مشغول دلوقتي في صيانة برة بقدر أخدم حضرتك في الكاستمر سيرفيس بالتليفون لأن أنا دربت حضرتك إزاي تتعامل مع المكانة إزاي تعمل لها صيانة دورية مش هتبقى مستني الراجل ييجي من برة عشان تديره مبالغ باهظة كمان هو هناك كوكيل أو لو موجود هنا وكيل في مصر فهو بيغير الجزء اللي حصل فيه الدروب أنا بقدر أن أنا أصينه نفسه لأن أنا مصنع هنا فعارف آلية التشغيل بتاعت كل قطعة في المكانة تمام؟ طبعاً ده بيوفر على حياتك فلوس كتير جداً 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 بالمناسبة المهندس ياسر المهندس نجح في تصنيع مكانة فريزة سي إن سي صغيرة بتكلفة تراوح ما بين 165 لـ 300 ألف جنيه وهي خاصة بالورش الصغيرة المنتجة للإستنبا وقطع غيار الماكينات وده هتعمل نقلة كبيرة في الصناعات المغزية لأي صناعة في مصر اشتركوا في القناة